السلام عليكم في الفيديو ده ان شاء الله هشرح ال FPGA معناها ايه اصلا وبعد كده هشرح مبدئيا كده ال VHDL دي ابار عن ايه اللغة اصلا شكلها عامل ازاي وبعد كده هنتكلم شوية في examples ال examples دي هابين لنا كده عموما الشكل اللغة بيبعمل ازاي و ازاي منكتب كود مبدئيا تمام نبدأ بقى هيا عندنا دي شكل ال FPGA دي ابار عن ايه كده ابار عن كيت الكيت دي يعني كده زي ما هاشايفين ابار عن بورد كده وعليها شوية ICs هنا الاي سي الكبيره اللي في النص دي هي دي ال FPGA بتاعتي اللي هي عبار عن ايه فيلد بروغرامبل جيت ارائي ونحنتكلم عنها شكلها عامل ازاي من جوه السلايد الجاي ان شاء الله هي بقى متوصلها بالكيت دي بايه متوصلها ب ICs كتير بتساعدة انها تشتغل زي مثلا الحاجات دي ممكن لايخي وسطيها ميموري هنا مثلا دي LCD لو هنستلع عبوت ارسمه شوية الحاجات دي كده برة عن interfaces دي يعني مثلا هلاقى حاجة زي كده ممكن توصل لي بشاشة مثلا ام.. ام.. ارسمه انتروفيس دي ممكن توصل بشاشة كتيرة جدا هنا برضو فيه switches عشان لو انا عندي مثلا كود سعامله حيثن ال input تتاعته وطبع بعبارة عن ضغطات على switches دي ممكن هنا نلاقي leds عشان ايه برضو ناخد عليها output تبع حاجة كابس بتنور عشان تبعين ان فيه output بس فهم الاخر الكيت دي يعني هي عبارة عن شوية إمترفيس للFPGA يعني ممكن ندخل Inputs وطلع Outputs عشان بس أجربها طبعا هي مش لازم الFPGA تبكى كده نازل على الكيت هي الكيت دي بس كده تتعمل علشان الناس اللي عايزة تجرب أبليكيشن إنما ممكن الFPGA كده تتاخد لوحدها وتحط بقى في أي دائرة زي ما انت عايز الFPGA دي بقى شكلها عملت زي من جوا هي عبارة عن حاجة اسمها Logic Block الـ Logic Block ده ممكن نفكر فيه دلوقتي إنه برعا شوية Logic Gates متوصلة ببعض وشوية Flip Flops تمام متوصلين بقى بينهم من بعض بحاجة اسمها Interconnections الـ Interconnections دي برعا عن Wires والـ Wires دي في النص في Multiplexers إيه بقى Multiplexers دي هتعمل إيه؟ هي هتختار هل الـ Wire ده متوصل بالـ Block ده ولا لأ تمام طالما على الكهد دلوقتي قدر هتحكم بالـ Wires متوصلة بالـ Block ولا لأ يبقى أنا ممكن أعمل الـ Functional أنا عايزها يعني مثلا على الوقت هتحكم بالـ AndOr Invert الـ AndOr Invert دي دايرة فيها 2-And Gates و 1-Or Gate و 1-Not فمثلا نقدر نقول ان مثلا يعني الـ Lookup Tables دول أو Logic Blocks دولها عبارة عن أو بيعملوا الـ Function بتاعة And Gate يبقى هذا بيعمل And Gate مثلا وده بيعمل And وده مثلا بيعمل Or وده بيعمل Import يبقى أنا حامل إيه الكود بتاعي؟ الكود بتاعي هيوصل ده الـ Output بتاع ده على الـ Or Gate عن طريق الـ Connections دي والـ Multiplexors اللي جوهه وبعد كده يوصل الـ Output بتاع الـ Or Gate دي على الـ Inverter بعد كده يوصل الـ Output بتاع الـ Inverter ده على الـ Pin-NAT اللي هي الـ Output وبرده ياخد الـ Inputs تحت الـ And Gates دي ووصلها على Pin-NAT أو الـ Pin-NAT دي هتبقى Input تمام ده كده الـ FPGA هو منشتغل ازاي؟ طبعا فيه تفاصيل اكتر من كده يعني الـ Logi Block ده حاجة اسمها Lookup Table دي ممكن يتكلم فيها باستفادة بس قدامه بعد كده بقى الكود بعدا نكتبه على الـ Computer سوف تنزل بسلك معين سوف تنزل على هذا الكود فهذا الكود سوف يعمل سوف يختار الملتيبليكسر سوف توصل انهي الوكاوب تابل او انهي لوجيك بلاك بانهي لوجيك بلاك اخرى ماذا بقى ال VHDL نفسها؟ ال VHDL هي عبارة عن لغة بتوصف الهاردوير يعني ايه لغة بتوصف الهاردوير يعني اللغة دي بتوصف توصيلات بتوصف توصيلات ازاي؟ يعني ازاي ما قلنا مسلا دا ال and or invert ادي كده مثلا عندي دي كده 2 and gates ودي كده or gate ودي كده inverter فال VHDL هتعمل ايه؟ هي هتوصف لي التوصيلات ما بين دول اللي عاملين ازاي؟ وده انا اتكلمنا عليه في الشابتر اللي فات طب هي بتسكريب الهاردوير يعني هي hardware description language مش بتوصف توصف يعني مش بتوصف مش توصف برنامج بيشتغل برنامج بيشتغل sequential يعني ايه بشتغل sequential يعني بتنفذ ال operations ورا بعض يعني مثلا لو كنت انا عايز اعمل حاجة زي كده sequential كنت احاول ايه؟ كنت احاول مثلا اخلي اول سطر دا يعمل ايه؟ يعمل ending للاثنين inputs دول والتاني سطر يعمل or للoutput بتاع ده والoutput بتاع ده واخر سطر يعمل not للoutput ده تمام طيب دلوقتي نفترض مثلا احنا هنا كمس دول اربع inputs الoutput الoutput متصلين على الoutput وانا اخدي الoutput على النوت طب نفترض دلوقتي ان احنا عندنا هنا الoutput ده كده اسمه A وهنا كده B وده C وده C وده D واحنا اللقتي لو نشتغل في كود عادي زي C مثلا وقلنا اول سطر بيحسب لي الاند بتاع A و B و C و D تمام؟ بعد كده دخلنا على تاني سطر يحسب الoutput ده والoutput ده تمام مفترض وانا هنا في تاني سطر الinput اللي هو C ده مثلا كان بزيرو وتحول لone يعني يتغير تمام؟ طب لو هو الinput ده كده تغير انا لسه هنا في السطر ده وبحسب الاور بتاع الاثنين our inputs دول طب مش المفروض اللي اثنين our inputs دولة بعد ما C ده تغيرت يبقى الoutput ده كده ممكن يتغير طب يبقى هنا كده بحسب حاجة غلط اصلا اشان بحسب على اساس input كان موجود عندي قديم بس الinput ده تغير يبقى كده طريقة اللي هي السيكوانشال دي او الطريقة اللي انا بقرأ الكود كده ورا بعضه او بنفذ الكود ورا بعضه وبتنفعش في الhardware الهاردوير محتاج ايه؟ الهاردوير محتاج ان لما الامبوت تتغير تبدأ الاببوت تتغير معها على طول يعني ما ينفعش ايه بشغال في جزء واحد من الكود مينفعش يبقى جزء واحد بس من الدايرة اللي هو مثلا أور جيتي بشغال والبقى كله مش شغال لأ لازم كل الاجزاء الدايرة تحس بالامبوت بتاعتها يعني قول ما الامبوت بتاعتها يتغير الاببوت بتاعتها في نفس الوقت كده يبقى حتى من سكرايب هاردوير مش صوفتوير عادي طيب الHDL بقى Language او اي HDL Code يعني اي Language بتتكاون من ايه؟ بتتكاون من حاجة اسمها Entity, Connectivity, Concurrency و Timing دي شوية المعلومات اللي هكون موجودة جوا اي HDL Code اغلا يعني ايه Entity؟ Entity يعني انا اوصف الديزاين من برة يعني ايه؟ يعني نقول مثلا قلنا احنا عملنا Enter Invert اللي هاي كانت في السلايد اللي فاتب A, O, I, End or Invert ده كده فيه اتنين End Gates و Or Gate و Not تمام بس الـ Entity انا مليش دعوه بالحاجة اللي جوا انا بوصف بس الـ Block ده كيه كله بيعمل A او الـ Inputs بتاعته يعني Inputs بتاعته هنا كانوا اربع Inputs اللي هما A و B و C و D والـ Output هو مثلا اسمه Out تمام يبقى ده كده عبارة عن Entity انا بس بوصف الـ Inputs والـ Outputs الـ Connectivity بقى التوصيلات اللي جواها هتبقى شكلها عمل ازاي الـ Concurrency ده اللي انا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو لما جزء من الـ Inputs بتاعته يتغير الـ Outputs بتاعته يتغير في نفس الوقت يعني ايه يعني مثلا لو احنا قولنا الكلام ده كده قولنا احنا نوصفه بـ Hardware Description Language يعني برده وكيد هتبقى سطور برده بتتكتب بس قولنا هنا الـ Sequential Language كان كل سطر بتتنفز وراء الثاني انه بقى في Hardware Description Language لا يبقى عندي بقى سطور برده سطر هنا بيوصف الـ End هنا سطر بيوصف الـ Or وهنا سطر بيوصف الـ Invert هنا بقى علشان المفروض كل سطر من دول او كل بلوك من دول يتنفز الوحده يعني يتغير عسل الـ Inputs بتاعته في نفس الوقت يبقى لازم كل سطر دول ملوش دعه بالتاني يعني لازم كل واحد يتنفز الوحده يعني كل واحد يتنفز الوحده يعني ده كده على طول شغال على طول بيوصف الـ Inputs ويحسب الـ Outputs وفي نفس الوقت ده برده شغال بيوصف الـ Inputs ويحسب الـ Outputs مش شغالين وربعات لأ كل واحد يتشغل الوحده ده كده اسم Concurrency ممكن نفكر فيها انها زي Parallism طب الـ Timing يعني الدوائر طبعا عندنا مفيش حاجه اسمها ان انا اول ما الـ Input ده يتغير الـ Output يتغير على طول هنا الـ And Gate اصلا المفروض هي عبارة عن بتكون من 6 Transistors فالTransistors عبارة تعمل الـ Switching فهي محتاجه Time فالـ Time ده اللي هو الـ Delay لازم برضه حيبى موجود عندي في الكود سيتوصف جول كود يعني امام ده اللي احنا قلنا عليه ان احنا بنتدخل Propagation, Delay و Timing Information و اي HDL بتساعدنا ان احنا نعمل حاجه اسمها Structural Implementation يعني Structural؟ يعني هنا لما حاجه ابني الدائرة مثلا الـ AndOr Invert قمنا بتكون من شوية الـ And Gates والـ Or والـ Invert طيب ممكن افطار الـ And Gate برضه هي عبارة عن دائرة الوحدة كده اللي هي 2 Inputs و 1 Output تمام؟ الـ Structural Implementation ان انا هاخد كده الدايرة الكبيرة اللي هي AndOr Invert و اكونها من شوية دائرة صغيرة اللي هي هنا كده And Gate وهنا كده And برضه وهنا الـ Or وهنا كده Invert و شوية الدائرة دي برضه و ابدأ اوصالهم ببعض يبقى كل دائرة من دول اللي هي عبارة عن إيه عبارة عن entity برضه زي مربع كبير ده و اللي هي Inputs و 1 Output سابده اوصالهم ببعض ده كاسم Structural Implementation ده كده اول طريقة اخرى طريقة اسمها Behavioral Description ان انا بدلا معام بلوكس اوصالها ببعض ان انا بس اشرح الـ بلوكس تشتغل ازاي وهو الكود بتاعي او البرنامج اللي هو بيترجم الكود الـ Hardware فعلا ده يبدأ يفهم المعادلات او المعادلات توصفية ان انا كتبتها و يحولها الـ Hardware ده كده الـ Behavioral يعني انا بوصف الـ Behavioral بتاع السيركت و على اساسها بطلع السيركت نفسها هنا برضه ممكن نوصف الـ Operations في الـ HDL Codes منوصف الـ Operations اما في الـ Get Level او ممكن برضه في الـ RTL Level في الـ Get Level يعني برضه بوصف كده مثل هذه الحاجات اللي هي الـ And والـ All والـ Invert و الـ RT Level انها ممكن بوصف على Levels اعلى من كده مثل الـ Counters مثلا او ممكن AL Use و حاجات اكبر و الـ HDL برضه بتساعدنا انها نعمل توصيف هرمي للدائرة بتاعتنا يعني توصيف هرمي يعني مثلا الـ Code الكبير كده بتاعي ده كده يبقى الـ Code الاساسي للدائرة كلها والـ Code ده مثلا بيإنكلود هنا كده Codes تانية الـ Code ده مثلا بيوصف دائرة اصغر وممكن الـ Code ده برضه بيوصف دائرة اصغر وكل كد من دول برضه واخد جواه فايل تانية كل فايل من دول بيوصفه دائرة اصغر يبقى الـ Code بيوصف وديه مثلا ؟ ودي مثلا فايل بيوصف Or Gate ومثلا بيوصف Or Gate تقليل او بيتاصغر يبقى هم دول كده مع بعض يبقى ده كده الفايل الكبير بيوصف يمكننا التوصيل بكل هدون مع بعض يمكننا الترتيب الفائز بشكل هرمي هؤلاء الهدل هو هاردوير سيكون لانجوشي منهم اشهر نوعين او تقريباً فيش غيرهم اللي شغالين بهم دلوقتي هم هم الهدل و الهدل هم ايه الفارر ما بينهم هم الاثنين برضو بيوصفوا الهاردوير بنفس الطريقة بس الفارر ما بينهم احبه في سينتاكس و سيمانتكس السينتاكس يعني لها زي جرامر مختلف يعني لها طريق كتاب مختلفة سينتاكس و سيمانتكس يعني الجمل نفسها اللي احنا نكتبها ممكن يباليها معاني مختلفة ما بين الـ VHTL هي الـ VHTL تعتبر اسحل من الـ VHTL في طريقة الكتابة عشان هي شبه السي شوية دلوقتي بها نتكلم على مكونات الكود بتاع الـ VHTL قلنا في الاول بيتكون من entity دي كده اول حاجة اللي قلنا عليها اللي هو الشكل البلوك من برا دي كده اول حاجة ثاني حاجة بقى الاركيتكشور ايه الاركيتكشور ده؟ ده بقى توصيف الحاجة اللي جوه اللي هي زي ما قلنا مثلا لكدنا الكلمة الـ And or Invert تبقى هنا مثلا هنوصف الـ And or Invert دي شغالها ازاي انها هنكتب هنا ان فيه And Gates و Or Gates و Inverters ونوصرها مع بعض ايه بقى الـ Entity ده؟ بقى الاركيتكشور بقى الاركيتكشور بقى الاركيتكشور بقى الاركيتكشور بقى الاركيتكشور بقى الاركيتكشور